السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم متابعين على قناة عيسام سعيد للكهرباء المنزلية. الدوائر الكهربية للتكييف الاسبلت. الوحدة الخارجية. نهاردة ان شاء الله هنعرف مكونات الوحدة الداخلية. وهنعرف التوصيلة بتاعتها تكون ازاي? المدرس ده هيفيدك في ايه? هيفيدك اه في الصيانة جميل جدا انت لما تكون فاهم اه مكونات الوحدة الداخلية والدوائر بتاعتها. هتقدر انت في الصيانة اه لو قبلك عطلة هتقدر تحله. وهتبقى عارف التوصيلات بتاعت الوحدة الخارجية. اه الوحدة اللي احنا النهاردة هنشرح عليها هي وحدة بارد فقط يعني من غير بالف عاكس. تمام? لان فيه بيكون فيها بالف عاكس وفيه مفاهاش. احنا اللي احنا هنشرح لها النهاردة من غير بالف عاكس يعني بارد فقط. وفي نفس الوقت التوصيل بتاعتها هيكون على رزيتة مش هيكون على كونتاكتور. لان فيه برضو بعض الوحدات الخارجية بيكون فيها وبيكون في اه اربع اطراف واصلين من الوحدة الخارجية للوحدة الداخلية او تلاتة لكن اللي احنا هنشرح على النهاردة طرفين بس هما اللي هكونوا واصلين من الوحدة الخارجية للوحدة الداخلية فهنعرف النهاردة ان شاء الله مكونات الوحدة الداخلية والتوصيل بتاعها عشان ما اطولش عليكم ندخل في الموضوع على طول. نبدأ على بركة الله. اجزاء الوحدة الخارجية. الكباس. وده اهم جزء في اه الوحدة الخارجية او في التكييف عن متن. والكباستر والمروح. في وحدات اخرى بيكون فيها اضافات زي وزي البلف العكس. تمام احنا الوحدة اللي احنا شغالين على النهاردة هم التلات اجزاء دول بس هم اللي فيها. نخش على اول دايرة معانا وهي دائرة الكباس. الصورة اللي قدامنا دي بتاعة الوحدة الخارجية او المخطط بتاع الوحدة الخارجية او الرسمة بتاعة الوحدة الخارجية بتاعتني. فانا عندي اه في دايرة للمروحة وفي عندي دايرة للكباس. فانا الاول انا هشرح الدايرة بتاعة الكباس لوحدها وهشرح الدايرة بتاعة المروحة لوحدها وبعد كده هنجمع الاتنين. فانا عندي في الكباس عندي ملفين. ملف اه تقويم وملف تشغيل. هو ملف التقويم. والار هو ملف التشغيل. السي بيكونوا اخت طرف من ملف التشغيل وطرف من ملف التقويم. وبيكونوا مربوطين مع بعض. وبيتقال عليهم المشترك او الكومن. والده ده الكباسدور. تمام. يبقى احنا كده فهمنا. السي ده الكومن. والاس ده ملف التقويم. والار ملف التشغيل. التلات حروف دول موجودين في روزيتة الكباس. السي والار والاس. وعندي الكباسدور اه طرفين. ودي روزيتة. روزيتة عشان اجمع فيها الاطراف. اول حاجة هعملها ان انا هدخل بالكهربا على السي اللي هو كومن. ان انا كده ببقى دخلت دي ملف التقويم وملف التشغيل كهربا. فهنوصل طرف من الروزيتة للسي زي ما موضح عندي في الرسمة هو من الروزيتة للسي. وهناخد طرف من الاس اللي هو ملف التقويم ونخش بيه على الكباسدور. وهنخرج من الكباسدور على فين? على الروزيتة. على الطرف التاني من الروزيتة. احنا كده اصلنا الكباسدور على التوالي مع ملف التقويم. فاضل عندي توصيل ملف التشغيل. هنوصله على ايه? هنوصله على نفس الطرف. في الكباسدور اللي رايح على الروزيتة. اللي هو ده. اهو ده اللي رايح على الروزيتة. فهاخد طرف من هنا. واروح على نفس الطرف ده. من الممكن ان انا وصله على الكباسدور. ومن الممكن ان انا اروح به على الروزيتة. ولكن احنا هنروح بيه على الكباستر يبقى احنا كده وصلنا الدايرة الاولى اللي هي دائرة الكباس يبقى اللي هي ايه اللي هي الجزئية دي دي اول دائرة معنا اللي هي دائرة الكباس نروح على دائرة المروحة ونشوف توصيلتها هتكون ازاي دائرة المروحة او الفانة هتكون نفس دائرة الكباس بالزبط تعالوا نشوف دي الرسمة بتاعتها ايه عندك السي والاس والار تماما نفس الحروب بتاعة الكباس يعني ده محرك وده محرك وفيه ملف ده فيه ملفين وده فيه ملفين ملفات تقويم وملفات تشغيل هو نفس الكسة بالزبط وده راكب له كباستر وده راكب له كباستر وعاز اقولك انه نفس التوصيل او عندي الاول هربط طرف من الروزيتا على السي وهنربط الكباستر على التوالي مع ملف التقويم اللي هو الاس او توالي مع ملف التقويم وملف التشغيل هربطه مع الطرف التاني من الكباستر يعني ما ينفعش اربطه مع الطرف اللي هو ده لازم اربطه مع الطرف التاني اللي هو مربوط مع النيوترال او الطرف الروزيتا تمام تمام فانا اه اعزك بس تركز في حاجة ملف الطرف بتاع ملف التشغيل ما ينفعش اربطه هنا ما ينفعش اربطه على الطرف ده تربط على الطرف اللي هو واصل على الرزيتا تمام تمام كده احنا وصلنا اه دايرة الكباس ودايرة المروحة تعالوا نشوف هنجمع الاتنين ببعض ازاي دايرة ربط الكباس والمروحة عندي زي ما هو في الرسمة هو هو دي بتاعة الوحدة الخارجية ومتوصل مع الدايرتين توازي توصل مع الدايرتين توازي طب تعالوا نشوف رقم واحد متوصل على ايه رقم واحد متوصل مع اطراف الكاباستور اهو فين اطراف الكاباستور اهي ده وده اه رقم واحد توازي مع اطراف الكاباستور عندي رقم اتنين متوصل على السي في الطرفين واللي هما المفروض هيدخلوا كهرباء للدايرتين اهو توازي بكده تكون عندي الدايرة كملة يبقى انا عندي اهو خلاص هي الطرفين دول هما الطرفين دول خلاص كده دي الدايرة بتاعتي اه واصلة اه كده انا هجيب الطرفين اللي هما جايين لمن الوحدة الداخلية هربطهم على رقم واحد ورقم اتنين الدايرة بتاعتي هتشتغل انا اه عاوز بس ايه هتديك لمحة اه الطرفين اللي هيكونوا جايين لك من الوحدة الخارجية هيكونوا ازاي دي الوحدة الداخلية هيقدر رسمة كاملة ودي الوحدة الداخلية اه الكهرباء او التغذية بتاعت الكهرباء في التكييف دوت بتخش على الوحدة الداخلية بتلاقي الوحدة الداخلية دي الروزيتة بتاعتها فيها الواحد الاتنين واحد اتنين بتدخل التغذية بتاعت الكهرباء اللي هو المتين وعشرين الال والان على الواحد و الاتنين وبتخرج من واحد اتنين بتربطهم بالوحدة الخارجية اللي هو واحد اتنين. عاوزين ناخد بالنا ان الطرفين اللي هيكونوا رابطين من الوحدة الداخلية للوحدة الخارجية يكون آآ مقطع السلك بتاعهم محمل عشان يستحمل عشان يستحمل انبير الوحدة الخارجية. لو وصلت معايا الاخر الحلقة ما تبخلش علينا باللايك والتعليق. ولو اول مرة شاهد فيديوهاتنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل خاصية الجرس علشان يوصلك اشعار بكل جديد على قناتنا اه اتمنى كون ادر تفيدكم كان معكم اخوكم هيسم سعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.